فيه كلية بتدي مكانة اجتماعية وكلية ما بتديش مكانة اجتماعية الكل كلية المكان اللي حبرع فيه وحلاقي فيه المدخل بتاعي انا او الزاوية اللي انا حقدر ابدع منها هي دي اللي هتعمل بالضبط ما احنا نحط ايد بقى الطالب احنا بنتكلم دلوقتي على الافكار الشائعة يعني الافكار الشائعة بالتأكيد مش كلها صحيحة فهو بيشوف كده ان كلية الطب بتدي مكانة اجتماعية فانقول له احنا بقى لا ده فيه كليات كذا وكذا ممكن لو انت نجحت فيها يبقى لك مكانة اجتماعية مرموقة يبقى احنا كده ساعدناه ان هو يتخلص من عقدة كلية القمة وان هو يقدر يشوف نفسه فيه تخصصات اخرى لو هو عايز فلوس نقول له والله فيه وظيف كتير جدا بتدي دخل اعلى كمان من كلية الطب ففكرة ان احنا نشرح الاهداف بتاعة الطالب علشان نوصل للأسباب اللي بتخليه يفضل كلية على اخرى دي هتساعدنا كويس جدا في ان احنا نقنعه بتخصص معين او نحول اتجاهه من كلية معينة زي كلية الطب لكلية اخرى طيب في الحتة دي تحديدا وعايز اسأل حضرتك بقى الاستاذ في علم النفس الترباو بنشوف كتير من ولادنا بيمروا في فترة حيرة حيرة كده او تخبط هو مش عارف ايه يعني انا بتقعد مع ابنك او بنتك تسألها او تسأله يقولك انا مش عارف حد ايه مرة طب مرة مش عارف عايز حاجة تانية مختلفة ازاي ممكن حالة الحيرة دي يعني يتم التغلب عليها وخلي ابني او بنتي فعلا يحدد بشكل علمي ودقيق هو محتاج ايه دوري كولية امر ودور الطالب نفسه ازاي يخرج من حالة الحيرة والتخبط اللي في كتير من بيوتنا عايشان بالضبط يا فندم احنا لازم نخرج بالطالب من فكرة التركيز على العواطف والميول لفكرة المناقشة العقلانية للتخصصات والحاجات اللي انا هدرسها وهشتغل فيها في المستقبل اولا احنا لازم نقعد مع الابن ونفاهمه ان اللي هتختاره دلوقتي هو اللي هيدد مستقبلك لان انت هتختار تخصص هتدرسه وبعد كده هتشتغل فيه ونساعده برضو انه ما يقعش في فخ الميول فخ الميول ده بيقع فيه طلابنا باستمرار ويدخل كلية على اساس انه بيحب هذا التخصص او هذه الكلية وبعدين بعد ما بيدخل بيفجأ ان القدرات اللي بتتطلبها هذه الكلية او هذا التخصص اعلى من قدراته فما بيقدرش يثبت فيها ذاته فما نقعش فيه هذا الفخ الميول داية ناس ما عارف قدراته الاول ايه بالضبط فاول حاجة احنا لازم لما نقعد مع ابنائنا نساعدهم على انهما يكتشفوا ذاتهم انت مميز في كذا احنا شايفين ان انت مميز في كذا ونقرى النتيجة بتاعتنا كويس النتيجة بتاعتك بتقول ان انت مميز في قدرات كذا فالقدرات دي تؤاهلك للنجاح في تخصصات كذا وكذا وكذا وبعدين الانسان عدو ما يجهل فلازم يعني يبقى فيه معلومات عند هذا الطالب عن التخصصات المختلفة ما يبقاش بيسمع عنها كذا وخلاص او يفاجأ بيها في الرغبات لازم نقرأ عنها ونفاهمه دي بيدرس فيها ايه وهيشتغل بيها ايه بعد ما يخلص طبيعة المواد والبرامج الدراسية بالضبط يا فندي يبقى كذا هو فيهم التخصصات وفيهم سوء العمل وفيهم قدراته ونقعد بقى نقش الموضوع بشكل عقلاني ونفاهمه ان اعلى اعلى حاجة انت ممكن تتفوق فيها وفقا لقدراتك هي كذا نرتب بقى اولوياتنا وفقا لقدراتنا لو عملنا كده يبقى احنا تخلصنا من خطأ كبير بنقع فيه باستمرار وهو خطأ ان انا بحب تخصص كذا فعايز ادخله بمنتهى البساطة يعني انا هو بقنع ابناءنا الطلاب في حد بيحب كرة القدم بيحب كرة القدم جدا وبيروح يتفرج على كل المتشات لكن عنده مشكلة في رجله هل ده لما يحب يمارس رياضة نقول له مارس كرة قدم ولا مارس رياضة مناسبة لقدراتك فيه فرق بين اللي بتحبه وبين اللي تقدر تعمله ودي نقطة مهمة لازم الطالب ووليه الامر واخد باله منها اي كلية بقى حضرتك التحقت بيها ايا كانت تقدر ان انت تكون فيها رقم واحد وتقدر انت تكون فيها تصل للقمة اذا يعني ادرت المرحلة بطريقة جيدة انت لما بتدخل كلية محتاج ثلاث انواع من المهارات لابد انت كطالب تمتلكهم اشتركوا في القناة